بدر بنون موقفه يعني مش عند الدكتور أحمد أبو عبل ولا عند الجهاز الطبي بدر بنون وأحمد نبيل كوكا موقفهم عند أسدزة القلب ليه لأنه بعد الإصابة بكورونا كانت ثابت بعض الأثار في التهاب على عضلة القلب بينصح طبعا خدوا فترة طبية أو راحة كاملة سلبية تم عرضهم على استشارية أمراض القلب علشان يشوفوا الوضع الطبي في ضوء الأشاعات اللي أجريت ليهم كان فيه راحة شهر ونص لبدر بنون اللي بيخضع لفحص طبي جديد خلال أيام لتقييم الحالة من جديد وباستمرار حيكون الموقف من خلال استشارية أمراض القلب يا باشمونس أرجع أقولك تاني رب ناشي الجميع كل عنصر بيضاف إلى قائمة الأهلي يحتاج الأهلي تماما في هذه المرحلة الصعبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر